أم سمية سألت سؤال بتقول المرأة أحياناً تفطر بسبب عذر شرعي في رمضان خمس أيام أو ست أيام بينيجي بعد رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهرة كله طيب الستة تقول أصوم الست من شوال الأول ولا أقضي ما علي من رمضان أولاً الأول نصوم الست من شوال دين الله أحق أن يقضى نرجع نشوف فعل أمهات المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الأيام التي كانت تفطرها في رمضان إلى شهر شعبان لأن الست من شوال مش هقدر أرجعهم مرة تانية يعني شهر شوال فيه ست أيام لو ما قدرتش أصومهم خلاص مش هقدر أعواضهم مرة تانية إنما الأيام اللي أنا افطرتها في رمضان معايا حداشر شهر أو عشر شهور تانيين أقدر أصوم فيهم الخمس أيام أو الست أيام طيب الأفضل أعمل إيه؟ الأفضل إن أنا أجمع ما بين الأمرين أصوم الست من شوال وأصوم ست الخمس أيام أو ست أيام القضاء في رمضان بعد العيد لو أنا قادر أن أعمل كده أو الست قادر أن هي تعمل كده فهذا الأولى والأفضل طيب مش هتقدر تجمع بين الاتنين يبقى نصوم ست من شوال وبعد ذلك نقضي أيام القضاء من رمضان ومعنا عشر أشهر إلى قبل رمضان المقبل إن شاء الله شكرا